أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء 137 بعثة دبلوماسية مصرية في 121 دول حول العالم من أعمال فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابة الرئاسية وأوضحت الهيئة أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين في الخارج في ظل الضمانات والتسهيلات التي اعتمدتها الهيئة وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن سفارات والقنصليات المصرية قامت بإجراء الحصر العددي لمن أذلوا بأصواتهم وإثبات عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في الانتخابات وقامت بإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء مع إرفاقها مع جميع أوراق العملية الانتخابية في مظاريف مغلقة وإرسالها إلى الهيئة عن طريق وزارة الخارجية حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد عقب الانتهاء منه ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر